سولوم أكيد أتكلم معاك بداية عن خسارة الزمالك اليوم أمام طلاقة الجيش أو بمعنى ألطف فوز طلاقة الجيش على نادي الزمالك عشان طلاقة الجيش بصراحة مع الكابتن طلاقة العشري عمل مباراة اكتكاية محترمة جداً ولازم ياخد حقه هو وكل اللاعبين اللي يعبوا مع طلاقة الجيش يا حقيقة مستكريم خلينا نقول أن يعني أنا حبدأ من حيث ما أنتا تهيد كابتن طلاقة العشري من يوم ما تولى قيادة طلاقة الجيش مخصدش غل مطش واحد أول مطش لي مجموعة من النتائج الإجابية جداً تعادل مع النادي الأهلي فوز النهاردة على الزمالك الحقيقة أداء عظيم من كابتن طلاقة العشري الفريق بيعمل جيم حلو ومعروف لكل كابتن طلاقة العشري بيعنده استراتيجية واضحة ومعروفة لنا كلنا من قبل ما الجيم بيبدأ الموضوع مش على سبيل المقارنة ديجو سيبيوني مع تلات كمدريد كلنا عارفين أن مدرب عنده صبغة دفاعية بيجي الدفاع كويس جداً كابتن طريق بيعمل كده كابتن طريق بيقسم الجيم كويس جداً بيبدأ اللعب قدام الزمالك أو الأهلي أن أنا حابدأ أضغط حابدأ أحاول أشتبك أول نص ساعة أول 45 ديابة كتير قوي وبعدين أبدأ أرجع دافع وخلاص أنا كده مرضي وهشتغل على التحولات الهجومية وفعلاً في مطش الأهلي في ديجا 88 فيكتوري راح انفرض عدى من الشنان وحتى كورة بار نفس اللعيب النهاردة في هجمة مرتدة بيكتوري استغل خطأ من محمد عبدالغاني ورح سجل وبعدين كابتن طريق أمقال بطريقة اللعب لخمسة أربعة واحد أو زي ما بتقول ستة تلاتة واحد وقفل الدنيا على كده على الزمالك من الأجناب ومن عمق الملعب كابتن طريق قادر يستغل أنه عنده اتنين مهمين جداً في نص الملعب عمر السيسي ومهند لاشين اتنين اللعيبة من أهم اتنين اللعب نص الملعب في الفترة الحالية في الدوري ومنهم مهند اللي كان في المنطقة بمصر فبالتالي فريق منظم فريق عارف هو بيعمل ايه ممكن تكون طريقة اللعب دي لناس كتير جداً من اللي بيحب الكرة مش ممتعة ولكن بالنسبة للكل كابتن طريق قاشي عنده استراتيجية عنده اسلوب عنده طريقة تحترم بيجدها جداً وبيطلع ما يطلع من الزمالك والأهلي في مطشين باربع نقط يبقى كابتن طريق اللي عاشي بصراحة عامل حاجة عظيمة من حييكوا لنا عليها